قال مسؤولون إن مسلحين مجهولين قتلوا ستة أشخاص بينهم رئيس منظمة إغاثة يابانية غير حكومية بعد أن هجموا سيارتهم في جلال أباد عاصمة أقليم نانجرهار في شرق أفغانستان يأتي هذا بعد أسبوع من هجوم بعبوة ناسفة استهدف مركبة تابعة للأمم المتحدة في كابل مما يثير مخاوف بشأن العاملين في الإغاثة الإنسانية في أفغانستان وكان تيتسو ناكامورا رئيس منظمة بيس جابان للخدمات الطبية يشارك في أعمال إعادة الإعمار في مجالي الري والزراعة وحصل في الآونة الأخيرة على الجنسية الأفغانية الشرفية بعد عشرات الأعوام من العمل الإنساني في شرق البلاد وذكر سهراب قادري عضو المجلس الأقليمي في نانجرهار أن المسلحين فروا من مكان الهجوم مشيرا إلى أن الشرطة بدأت عملية البحث عنهم وأضاف أنه يعتقد أن ناكامورا استهدف بسبب عمله ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الهجوم لكن ظبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان نفى أي صلة بالهجوم وقال صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرفغاني إن الحكومة الأفغانية تدين بشدة الهجوم الخسيس والجبان على الدكتور ناكامورا الذي وصفه بأنه أكبر صديق للشعب الأفغاني وأضاف أن ناكامورا قرس حياته من أجل تغيير حياة الأفغان موسيقى